موسيقى اخوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن رحبا بكم فيديو جديد الفيديو اليوم عندي نحب أن تكمليكم على اعفاء المغربة من فيزا كازاخستان تفاصيل على الموضوع الإعفاء والاتفاقية التي تبقى بين المغرب وبين كازاخستان والمواطنين البلدين الحميلين لجوزة الصفر العادية يعني من التنقل بين الدولتين فبالنسبة للمدة التي تبقى فيها بالنسبة للمغربة في كازاخستان فهي 30 يوم بالنسبة للاتفاقية تسنت بين وزير الخارجي المغربي السيد نصير الوريطة ووزير الخارجية كازاخستان بالنسبة للاتفاقية كما ترى الصور هذا هذا من الموقع السفارة الكازاخستانية في الرباط كنت تقول لكم بالنسبة للإعفارة ما زال مبدأ حتى تفوض على المدة الوقت على الاتفاقية التي وقعت بين البلدين وهذا الذي تبقى لكم في الشاشة كنت تستخدم القوصرية كازاخستان في الرباط باش نستفسرهم وتتواصل معهم على أسات الفيزا وهذا الشيء الذي قالوا لي اللي كنت تديرها كده أخذ واحد وقت باش أنه الاتفاقيات تخرج لحيث ذو وجود ولكن حالياً ما كانش إعفاء من فيزا كازاخستان باش نكتصف لكازاخستان الفيزا باقي وباقي كانت تحتاج الفيزا إلكترونية باش نكتمشي ودوك فيديوهات التي تشوفها في الانترنت ديال الناس مشلت الماء همشو في فيزا آآ ما كانش الفيزا العفاء ديالفيزا حالياً يعني لا بيدي المشي ديالما قطع الفيديا للطيارة هذي رجريكم المطار بحكم ما عندنش فيزا هدو هم المعلومات الكاملة حالياً حالياً